سيقول السفهاء من الناس ما غلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صعاط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لذكور شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليزيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوه رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تنظاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا أجواكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعزهم بتابع قبلت بعز ولئن اتبعت هواهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو نوليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قرجد فغل وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وم الله بغافل عما تعملون ومن حيث قرجد فغل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فغلوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليأتن من يومتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتروا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فازكروني أزكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصدى إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسب من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أم اغتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يتطبون ما أنسنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الناعين إلا الذين تابوا وأصنحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وباتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خولين فيها لا يقفف عنهم العذاب ولا هم ينزرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنسنا الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقول الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنسن الله قالوا بل اتبعوا ما ألخينا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينرق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سنهم بكم عمل فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من قيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم أيام تعبدون إنما حرم عليكم الميت تغدب ونحم الخلس وما أهل به لغير الله فمن ازدر غير ماء ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يتهمون ما أنسن الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البرو عن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرو من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وعقاب الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في المأساء والذراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القساس في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع من معروف وأتاء إليه بإحسان ذلك تخفيهم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتياء الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حذر أحدكم الموت إن طرق خيرا للغسية للبالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسي جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريزا أو على سفا فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تتوع خيرا فهو خير له وأن تسوبوا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر ومدان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقون فمن يشهد منكم الشهر فليسر ومن قال مريزا على سفا فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك أبادي عني فإني قريب أجيب دعاة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام وحس إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تن الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباقي وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البروا بأن تأتوا البيوتا لزهورها ولكن البروا من اتقوا فأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله يالين يقاتلونكم ولا دعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الأحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن يقاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن يتهوا فإن الله غفور ورحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن يتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين واتموا الحج والغمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهج ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريزا أو به أدى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا ميتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حادر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفز ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعله من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا لي يا أولي الألباب ليس عليكم جناح لن تبتعوا فظلا من ربكم فإذا يفضتم من عرفاته فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظادلين ثم فيه زر من حيث عفاذ الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسروا الله سبيع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقوا واتقوا الله العلم أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أمد الخصاب وإذا تولى سعى في الأرض ليبسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفصاد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرزاة الله والله رعوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عطوب مبين فإن سللتم من بعد ما جاهدكم البينات فعلنوا أن الله عزيز حكيم هل ينزلون إلا أن يأتيهم الله في غرل من الغمام والملائكة وخذي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل منك الله من بعد ما جاءتهم فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس سمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لم اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى سراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والزراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نسر الله ألا إن نسر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عيد الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونهم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون إلا الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يا رجول رحمة الله والله رفور رحيم يسألونك عن الخبر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفوة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إسلاح لهم خير وإن دخالتوهم فإخوانكم الله يعلم المرسد من المسلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدون إلى النار والله يدون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيز قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيز ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم الناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرزة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتسلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن يفاعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمتلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قلوب ولا يحل لهن أن يدمن ما خلق الله في أرحابهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهم أحق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق بروتان فإن سيكون بمعروف أو تسمح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه من فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحيل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن ما أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا وازكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيزكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترازوا بينهم بالمعروف ذلك يوعز به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم أطهر والله يعلم أنتم لا تعلمون والمالتات ينزعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرزاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكله نفس إلا وسعها لا تظهر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا خصالا عن طرازب منهما وتشاول فلا تناح عليهما وإن أردتم أن تستغزعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم للمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويدرون أزهاج يتربسن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا جنهن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرزتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواقدوهن سروا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا غقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحزروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرزوا لهن فريزة ومتعوهن على المعصر قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرزتم لهن فريزة فنسب ما فرزتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوبوا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أميتوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا وسيجا لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفزهن من معروف والله عزيز حكيم وللمتلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين قردوا من ديالهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لزو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقل ذو الله قرزا حسنا فيزعفه له أزعافا كثيرا والله يقبز ويبسط إليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم يكتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما منا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قولي لهم منهم الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى هارون تحمله الملائكة إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا تاقتلنا اليوم بجانود وجنوده قال الذين يزنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصادرين ولما برزوا لجانود وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا سبرا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل دافوت جانود وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه بما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض وداكن الله فضل على العالمين تلك آيات الله نتبوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين